بسم الله و صلى الله على أسعد خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني و مع الفقر الفقهية أسأل الله جل و علا أن يفقهنا و إياكم في دينه و أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه لي صديق يقترف المعاصي و نصحته كثيرا دون جدوى ماذا أفعل معه أقول وبالله التوفيق و منه العون و المدد و السداد و الرشد يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عمتهم لا تمنع النصيحة عنه و لا تيأس من نصحك إياه انصح و كرر النصيحة و كان سيدنا النبي يعمل إيه لو واحد بيعمل حاجة معينة ما بين أصحاب يقول ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا اتكلم معاه انصح و لا تفضح ما تفضحوش قلوش انت عملته و عملته لا انصحو قلوه أنا بحبك في الله و انت عارف ان أنا بحبك في الله و بنصحك لله العمر قليل العمر قصير مهما عمر الإنسان في الدنيا فلا بد أن يموت و بعد الموت في سؤال و في بعث و في حشر و نشر و في صراط و في ميزان و في جنة و في نار فأنا عايزك تبقى معايا في الجنة عايز صحبتك في الجنة عايزك تبتعد عن هذا الذنب تبتعد عن هذه المعاصي و الآثام التي تقترفها و التي ترتكبها عايز اخذ بإيدك للجنة و تاخذ بإيدي للجنة اقول له كذا و انصح و ادعو الله له في سجودك لأن الدعاء بظهر الغيب مستجاب من أداب الأخوة و الصداقة أن تدعو لأخيك بظهر الغيب لما تدعي لأخوك بظهر الغيب و لصاحبك يؤوم الملك يقول لك و لك بمثل ما دعوت أم قبل الفقر صلى ركعتين و اسجد و اقترب لله و ادعيله اللهم اهدي فلانا اللهم اهديه يا رب اللهم حببه في الطاعة اللهم اجعل قلبه هينا لينا قريبا منك اللهم اجعله أوابا منيبا اللهم اجعله محبا لك و لنبيك اللهم اذقه حلاوات الأنس به الدعوة دي والله لها العجب لو واحد بعيد عن ربنا شوي يعلمه الدعاء ده اللهم اذقني حلاوة الأنس بك تلاقي نفسك قايم قبل الفقر كده و بتتوضى و تتبتل بين يدي الله و تسجد لله و انت فرحان و التعب بروح يقول لنا ما نمتش كويس خد بالك يزول التعب و يبقى الأجر و الثواب كل الليالي انت نايم امت لي لو صليت بين هذا الليالله و تعبت شوية التعب هيزول لكن الأجر و الثواب باقي عند الله جل و علا و كان من دعاء الصالحين اللهم اجعل أعضاءنا هينة لينة في طاعتك فاحنا بننصح الأخ الكريم لا لا تمتنع عن النصيحة انصح مرة و اثنين و ثلاثة و اطعو برضو احيانا اقول لنا انا مش همشي معاك لو انت عملت الزنب ده تاني مش هصاحبك لو انت اقترفت المعصية دي تاني عشان يبقى بمثابة الترهيب انت بترهابه بتبعده عن الذنب و عن المعصية و تدعو الله له و ان شاء الله يستجيب الله لك اسأل الله جل و علا ان يرزقنا و اياكم بصحبة صالحة و ان يبارك في اصدقائنا و اصحابنا و ان يأخذ بتلابيب قلوبنا جميعا الى ما يرضيه عننا اللهم امين يا رب العالمين اشوف حضراتكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة